السؤال الثاني مهم قوي 38 سنة يشتاكي من البروستاتا وضعف القدرة الزوجية الاثنين مع بعض هل هي متلازمة وبيسأل هل هي متلازمة وبيسأل عن برضو انه بيقاله فترة بيحاول تعاليك وما فيش فايدة للهلال ايه الحقيقة انها متلازمة فعلا ودايما نقول ان ضعف الانتصاب او سرعة القذف من توابعها ان بيحصل احتقان ثم التهاف البروستات ووجودهم مع بعض بشكل سابت خلى فعلا في لبس كتير في تفسيرهم يعني فيه ناس قالت لا ده والله ده التهاب البروستات هو السبب في الضعف ولكن الحياغر كده خالص ان الضعف هو نفسه اللي بيعمل احتقان والتهاف في البروستات لدرجة ان احنا دلوقتي في دراسات حديثة قالت ان انا لو جالي مريض عنده احتقان في البروستات او التهاب حتى في البروستات وعنده ضعف في الانتصاب لما بدي له حاجة من المنشطات اللي احنا متعودين عليها امثال الفياجرا مثلا بيتحسنه الاتنين فبدل ما بدي حاجتين حاجة للبروستات لوحدها وحاجة ليه ضعف الانتصاب لوحدها اصبحت المنشطات فقط تفي بالغرض فده بيؤكد اللي احنا بنقوله دايما وهو ان ضعف الانتصاب هو السبب الحقيقي في احتقان البروستات والتهاب البروستات اللي بقى متلازمة فعلا ويمكن علاجها بعقار واحد فنخلي بالنا قوي من موضوع احتقان والتهاب البروستات ان انا لما بيحصل هو ما بقاش هو لوحده مع الجوش لوحده وكده ودي علاج البروستات وانسى السبب الحقيقي ورهاز الموضوع لانها هيتعالج وهيخف ويرجع تاني فالمتلازمة دي اللي انتباه اليها هو اللي بيخليها فعلا تتعالج بشكل جزري لو انتبهنا للسبب الحقيقي